مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفات أقراس العقا حاجة جدا روعة تنفع للفطور وكمان العشاء وحلوة كتير لأصحاب الدوامات خلونا بالمقادر طريقة التحضير جدا سهلة طبعا هنا عندي ثلاث بيضات صديقاتي كاية وسلول وخدوق وعندي جمية أنواع الخضار وهنا عندي بطاطس صلقته بكيس الميكرويف اللي يدخل الميكرويف بس أنتم تقدروا تعملوها مسلوقة أو تعملوها مقلية بالزيت عادي زي ما تحبوا وتفرموها فرم ناعم وتضفوها مع أخواننا الخضار وقلتكم استخدمت كل أنواع الخضار بصل أخضر وبيبر وفلفل يعني الفلفل الرومي بقدونس وكزبرة وملفوف وإش كمان وكراس استخدمت الخضار اللي عندي كامل عشان خفتي خرب علي وإنتم تقدروا تضفوا أي نوع خضار لا تتقيضوش بالخضار اللي استخدمت المتوفرة معاكم اضفوها حتى لو هي بصل وبطاطا المتوفر وهنا أضفت عندي كان شوية جوبن شيدر أضفت ومرات أضيفت جوبن مالح عندي شوية رشة من الكمون والفلفل الأسود وملح حسب الرغبة فقط كمون والفلفل الأسود وهنا كسرت ثلاث بيضات ما شاء الله البيضتين كويسات بس هذه راسة قوي وما رضيش تنكسر لكن أضفناها مع خواتي أضفت ملعقتين كبيرة من الزيت وبدأت أخلطهم تمام وهنا أضفت مصكوب من الطحين أو الدقيق ممكن الآن نضيف شوية من الماء إذا أنتم بتطبخوها يعني على طول لكن إذا بتخلوها في التلاجة لا تضفوش الماء لأن الخضار ينزل الماء أضف من العقة الصغيرة بيكونش باودر وخلطها تمام لازم يكون كده قوامة تمام بين السائل والثقيل يعني يكون هنا عندي صاق دهنته بزيت طبعا هذا الصاق اللي استخدمته هو صاق العقة السورية ممكن تلاقوه بالمحلات اللي تبيع منتقات سورية ممكن يكون متوفر هناك مرات يوفروه لكن إذا مش موجودة عادي تقدروا تستخدموا مقلة عادية مقلة البيض العادية تدهنوها شوية زيت أو تقدروا تعملوها بالفرن بصينية بالفرن أو كمان تقدروا تستخدموا الشواية الكهربائية شواية السندويتشات آخر الفيديو عملت لكم يا بصاج وبآلة المعمول شوفوا كمان برفق لكم في صندوق الوصف الرابط اللي تعملوه بالشواية شوفوا كمان جدا لذيذ طبعا هنا أني دهنت الصينية بالزيت المقلة السورية بالزيت حق العقة وحطت الخليط وخلطي يتحمر من تحت بين قلبته وخلطي يتحمر من القهتين وخلص يكون قاهز نفس كده إذا وصلتوا إلى هنا لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل جرس الإشعارات ولايك وكومنتز حلو منكم لأنه اللايك من عندكم وتعليقاتكم كتير تفرحني وأكيد تعطيني دعم أني أكمل تمام خلص هنا ما شاء الله عندي العقة جاهزة أكمل الخليط نفس الشي كل ما أحط خلطة يعني من العقة أضيف زيت عشان ما طلاش معي العقة عندي كده ناشفة يعني الآن خلص قلبته بارقع أضيف زيت وارقع أضيف من الخليط نفسه وخلص تصير معي الأقراز كده جاهزة طبعا هذا تنفع فطار تنفع عشاء تنفع سناك يعني كده بتاكلوا قوعانين بتعملوا تقدروا قلتكم تضوفوا أي نوع خضار أنا هنا قدمته مع الليمون والفلفل الأخضر كان فطار لزوقي رايح الدوام رهيب تقدروا حتى اللي معهم دوامات ياخدوهم معه يعني تسخنوا وعلى طول تاكلوا لذيذ لذيذ جدا ثمان تقدروا تعملوا تحضير مسبق يعني تعملوا الخلطة هذي كله من الليل وفي الصباح تحطوه على النار وبس الزيت ما يكونش كتير مسحة بسيطة يعني أنتم ما تضوفوا الزيت شفتوا أنا أمسح في الفرشة في الزيت عشان ما يكونش يعني تقيل معاكم وخلص والله هنا عملت لكم طريقة ثانية اللي في الصاج اللي مش متوفر معاها المقلة السورية حق العقة السورية عادي تعملوا في المقلة أنا دايما أعملوا في المقلة شوفوا كيف الخلطة عادية وادهن الصاج المقلة ادهن زيت وبعد كده أحط العقة بس ما تخلوش كتير سميكة ولا مرة رفيعة يعني تكون وسط عشان ما تقاش معاكم معجنة بعد كده حمرها من تحت وأقلوبة أقلوبة على غطاء الصاج وارجع أقلوبة حمرها من القهتين كلها ياخد بسرعة الاستواء وتكون جاهزة بعن أقطعها كده بشكل متلتة زي البيتزا أقدم معها مخلال ليمون شطة زي ما تحبوا التقديم هذا الراجع لكم إيش تحبوا تاكلوا معاها حطوا قرقير اللي تحبوا أقبان أنواع أقبان لإنه جدا لذيدة وحتى أنتم صدقوني إذا عملتوها خلاص بتضمنوا عليها بتكونوا دايما تسووها وهنا رح تضوقي مع العشار العدني طلعت رهيبة رهيبة مع العشار قربوها كمان مع العشار وهنا كده كشختة وعملت بألة المعمول طبعا هدي ألة المعمول دهنتة بالزيت وخلاص وحطت الخليط وبعد سكرت عليه لما تحمرت من الجهتين يعني بسرعة تستوي هدي الحركات تفتح النفس والله يعني سفرتكم بتفتح النفس أي حاجة معاكم استخدموها لا تقبوش أغراض ويعني أجهزة وتركنوها في الدولة باستخدموها حاولوا تبتكروا فيها وهدي الخلطة ما عملتش فيها خضار بس كرات وبصل أخضر وبطاطس وطماطم فقط وخلطت وعملت في الجهاز هدي ما فيهش خضار كانت أقرب طعمة للمطبقية اليمنية مع الليمون والفلفل الأخضر زي المطبقية طعمة إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك و كومنتس حلو منكم بالعافية ليولكم